وفي تصرحة النخصة للتلفزيون المصري أشد عدد من النواب بالموازنة العامة الجديدة مشيرين إلى أنها تستهدف زيادة بند المنح والمزايا الاجتماعية واجب الحكومة في هذه اللحظة وزارة المالية أنها تحاول قدر الإمكان تتلافق كل الملاحظات وتعمل على تصحيحها من أجل أن يكون الأداء الاقتصادي أكثر انضباطا وده اللي أكدنا عليه في نقاشنا ومن المنتظر أنه أثناء عرض الموازنة العامة الجديدة للعام القادم أن الحكومة نأمل منها أنها تأخذ بكل الملاحظات اللي قالتها لجنة الخطة الموازنة في مجلس النواب أو اللي قالها الجهاز المركزي للمحاسبات هناك مستهدفات لزيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أكثر من 100 مليار عن العام المالي السابق تحدث أيضا عن الاتجاه لزيادة الاستثمارات رغم الظروف الاقتصادية والظروف المالية اللي بيتمر بها دول العالم كلها لكن الدولة المصرية مستهدفة أنها تستمر في تنفيذ المشروعات خاصة فيما يتعلق بالمبادرات مبادرات حياة كريمة والمشروعات القومية الاستثمارات مستهدف زيادتها أكثر من 200 مليار في موازنة العام المالي القادم هذا الحساب الاختامي على الفترة 21-22 يعني امتهى في 30-26 وزي ما حكي عارف طبعا كان في جائحة كورونا في الفترة دي وبداية الحرب الروسية الأوكرونية والحياة ده انعاكس آثار الاقتصادية على العالم كله وبالتأكيد على مصر فالحياة هي ظروف استثنائية بتوجهنا تحديات كبيرة قبلتنا في هذه السنة اللي هي 21-22 ومازالت الحياة ممتدة فهذا الحساب الاختامي بعتبره حساب الاختامي استثنائي لأنه جاء في ظروف صعبة جدا جدا موسيقى